ومعنا كمان نجم أهلاوي متميز الحياة أول ما تشوفه على الشاشة لازم تتوقع أداء مختلف لغة رصينة منطق عائل جدا وروح هادية قوي لكن غيرة شديدة على الأهل الكابتن محمد جودة أهلا بك يا كابتن أهلا وسهلا بحضرتك يا سبراهيم أهلا وسهلا بالبشوان سعادلي مبسوط جدا أننا في قناة الأهلي وخصوصا كمان مبسوط أكتر مع قمات كبيرة زي حضراتكو يعني أهلا بك بس أنا عايزة أتوقع أنه لازم أنوان سعادل هي مضيك شو أنا أقول لك حاجة جودة لو معايا أكتر من حاجات هقوله عليها هو ما يعرفهاش لأقول مرة ولكن المصور ده واحدة من التجارب العزيزة علي جدا في نهاية التمانينات وبدأت التسعنات كان أستاذ مكرم قال لي أنا عايزك تكتب عندي صفحة مستقلة ولكن في الرياضة ما تخضعش للرقابة فكت فعلا أعدت كذا سنة التجربة كانت رائعة جدا وزمالة اعتز بيها وعارف قدر حضرتك تماما جودة أنا يعني تبعتك وتبعتك في الإعلام قلت يا خابره بيض الحمد لله أن الناس دي بتقدر تستفيد وهو ده النضج أنك تستفيد من مشوارك بأنك تعمل حالة لنفسك تنجح بيها أكتر هحكي لكو حكاية بس صغيرة كده كابتن عن جودة عشان وريلك كيف يمكن للفكر أن يتغير كنت قاعد مع مستر مانيون لما جودة جالوا عرض الاحتراف في سويسرا فمستر مانيون الوافق فحتى أنا بسأله قلت له يعني جودة لعيب واحد وانت قال لي لا أنا وفقت السبب أنا عايزه يروح يخد تجربة عشان يقدر يكتسب منها تجربة تفيده هو وتنضجه أكتر وقلت له يعني إيه يعني قال لي أنا حولك حاجة لعيب عنده عشرين سنة أول مكافأة يخده يروح يشتري بيه حصان حصل شوفوا بص بره الملعب قال لي يعني ده تفكير وعلى فكرة ده اللي حصل لميدو لما رح آيكس أول مكافأة رح اشتري كان عنده بورش اشتري فراري فقومن قال لي يا جماعة ده الراجل ده اللي عايز يجيب عربتين سبور بأول مكافأة فإحنا هذا النوع من التفكير ربما بكل مدلول عند المدربين إن لا عايزه فسامح لك إنك تسافر تسافر بالحصان ولا سابه هنا لا ما سابه بقى ولا بقى المهم يعني إن هو جودة خلص وكان فيه شرط في عقده إنه لما يرجع يرجع على نديب دون حاجة إلى طلب الشهادة الدولية لازم تيجي فكنا لعبنا ماتش أربعة أربعة بتاع ال أنا وصلت قابليها أصلا وكان جودة رجع وقتها محدش طلب مني حاجة ما حسدش إن فيه مشكلة أوتوماتيك إن شهادة عتيجي فراح التمرين مرة لقيت مستر منول مجلود كده فإحمد عبي يقول لدي أعلام منك قلت له ليه مستر جودة يا مستر جوسي قال لي فين جودة ليه ما تسجلش لحد الوقت وشهادة ما جاتش قلت له لأ محدش تقلني فيه مشكلة في الشهادة فاستغرب جدا قال لي دي دونت وانت مي توين يعني كان معلق عليك أمال أنا ساعتها جدا يعني قلت له أنا فاكر الشهادة جات أوتوماتيك فكان ينظر إليك هكذا أنت إيه اللي كنت جودة بتاع النهاردة يقوله إيه الجودة بتاع البارح لا والله ما فيش يعني طبعا مع السن طبعا الواحد يعني بينضج وفي حاجات كتير جدا لو رجع بيها الزمن ما كنتش هعملها ولكن أنا كان عندي يمكن لو حضرك تفتكر يا باش مهندس الوكيل بتاعي والإيجنت بتاعي كان إيطالي لو حضرك تفتكره فبريتشو منفرديني فأنا كنت ماضي عقد معاه فنسبته في الحالة الوحيدة أن أنا ألعب بره مصر فطبعا زن علي زن كبير جدا لأن طول ما أنا موجود في مصر ما كانش ليه نسبة فدي برضو من الأسباب اللي خلتني أن أنا يعني أبقى عايز أمشي أو أو أفكر أن أنا أخرج من نادي الأهلي ولكن دي حقيقة لو رجع بيها الزمن فيه حاجات كتير جدا الواحد ما كانش يعملها وده أنا مش عارف برضو حدك يعني توفق أن الرأي ده طبيعي يعني سن صغير مرة واحدة من خلال نادي الأهلي تبقى نجم فيه حاجات كتير جدا برضو عايزة ابتزان نفسي كبير فأعتقد يعني يمكن دي من الأسباب الرئيسية ولكن الواحد بعد ما مرت سنين كتير جدا فعلا فيه حاجات كتير جدا ما كانش أعملها لو في نفس النطج اللي الواحد فيه النطج ده بيحتاج أحيانا مساندة يعني دلوقتي فيه لنجوم الكبار هل إحنا لعبتنا المحترفين أنا الأول يعتمد على حد ياخد موهبتهم ويدرها لهم ويساعدهم يساعدهم فيها بيتهالي بيتهالي الأيام دي برضو بشماندس يعني يعني فيه حاجات كتير جدا ما كانش على أيامنا يعني زي ما حدوك بتقول دلوقتي اللايف كوتش فيه برضو إدارة أعمال اللاعب نفسها فيه إحنا ما كناش نعرف أي حاجة برضو عن الإعداد النفسي الإعداد النفسي ولا حتى الإحتراف يعني يا دوب كنا ممكن نشوف يعني لو القنوات المصرية لو حدوك تفتكر زاعته أو حاجة إنما دلوقتي العالم كله موجود يعني سواء لللاعب سواء للمدرب سواء حتى للإدارة سواء للجمهور سواء للجمهور كل العالم كله بقى حاجة صغيرة كده فأعتقد دلوقتي الأمور أسهل شوية وإن كانت برضو عايز أقول كل الحاجات الموجودة دي خلت برضو النجومية أسرع شوية برضو يعني يمكن اللي بيشوت شوطة في الدور المصري دلوقتي بيبقى نجمي لأنه بتتعايد مرة واثنين وثلاث اللي بيبوس الشعار يعني أنا بكلم على أقل ما يشوت ولا يعمل حاجة إذا دخل قلوبه الجماهير دي حقيقة دي حقيقة بسبب القناة الكتير وبسبب إعادة مثلا الشوطة أو الباص أو الهدف أو الهدف اللي جابه بسبب السوشال ميديا فأعتقد دلوقتي برضو يمكن لازم بقى فيه اهتمام أكبر باللي حضراتك بتقوله لأن النجومية بقت أسرع بسرعة كبيرة جدا وأيضا بتفقد بسرعة كبيرة بتفقد طبعا بسرعة كبيرة جدا لو لو الواحد ما حفظش عليها